ترأس محافظ حضر موت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوض بالماضي اجتماعا موسعا للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور الأمين العام لمجلس المحلي صالح العمقي ووكلاء المحافظة وقادة الأجهزة والوحدات العسكرية والأمنية وجار في الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتصلة بالجوانب الأمنية والإجراءات المتخذة للتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون وشددت اللجنة الأمنية بالمحافظة على عدم التهاون والتعامل بحزم مع الخارجين عن النظام والقانون وقاطعي الشوارع ومن يدفع بقطع الطرقات وابتزاز المواطنين وجددت اللجنة منع إطلاق النار في المدن لأي أسباب كانت والحفاظ على اليقظة ورفع المعنويات والتعامل بحزم مع ناشر الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي ودعت المواطني إلى عدم تصديق شائعات والتأكد منها قبل نشرها أو بثها للحفاظ على الأمن والاستقرار